صراع بين الأخوة الفرقاء داخل الحزب العتيدة سبب الصراع من سيكون عراب تنسيقية دعم الرئيس لعهدة خامسة ولد عباس لا ينفي في جميع محطاته رغبته في الاستفراد بدعم الرئيس غير أن النائب باهدين طليبا قطع الطريق أمامه ولو باختلاق مساندين وهميين مشهد خلق حالة ترقب وسط أحزاب المؤلات وعتم توجهاتها السياسية لرئاسية 2019 نحن في الأهدى الانتخابية بقالة حوالي عام رانا نسعى مع سيد الوزير الأول سواء كحزب في الأراندي أو كبسيفتي كوزير أول لإتمام برنامج رئيس الجمهورية الذي ينتهي في أفرين 2019 وسوف يتم الفصل في أهوانه لأن هذا موضوع الرئاسية موضوع سابق لأهوانه لا ننسوش بأن هذه الرئاسيات رمز لها ديجاز عام أكثر من سنة عكس الموالد فإن أحساب المعارضة تسير بخطة بطيئة نحو تحضير لتقديم مرشحها الأشهر المقبلة في المؤتمر سوف يكون هناك مقاش حول الرئاسيات وبعدها سوف تتحدد الموقف النهاي قيادة دعم عهدة خامسة للرئيس تسيل لعاب أسماء بارزة في الساحة السياسية من أبناء حزب جبهة تحرير الوطنية الكل يتجند وأحزاب موالية أخرى تترقب يحدث هذا وسط صمت مطبق من رئاسة الجمهورية ترجمة نانسي قنقر